اشتركوا في القناة سهلة جداعا من درهم في اليوم هالطريقة تتنفع الصغار وحتى الكبار هنا كيفما تقول لكم الأخوات والإخوان أنا ما هذه الفيديوهات ما تنسيب لهمش أو لا ما تخصوش الناس اللي لبس عليهم هنا أنا تنوجه هذه الفيديوهات الناس اللي محتاجين يتعلموا كيفاش يقتصدوا الناس اللي مديونين الناس اللي يحطوا واحد الهدف قدامهم وما تيوصلوش له طريقة جد سهلة برس إنسان يجمع عشر ألف درهم قبل من 52 أسبوع يعني قبل من العام تيكون جمع مليون الطريقة جد سهلة ما بحتل ولاد صغار إن شاء الله بإذن الله غنوريكم الطريقة اللي تهي زي ما تعتمدوها وإن شاء الله بإذن الله غدا تعاونهم مجرد أن الإنسان تعتمدوك الدرهم أو لجوج درهم باش يضيحها في القوتي ومشي تيجري بها اللي عند البقار ولا عند الحانوت باش يشري بها من الأحسن هم يتعودوا كيفاش يقتصدوا وكيفاش يجمعوا واحد المبلغ في هذه السنة الجديدة إن شاء الله 2023 نتوكلوا على اللهم في هذه الفيديو نشكركم بعدها قبل ما ننسى على تجاوب ديالكم وعلى الدعم ديالكم في الفيديو السابق اللي يلقى فعلا واحد التفاعل ديال 20 مليون نشكركم بزا فعد عليه هذا الضفتر يعني في أول حاجة غنحتاجوا واحد للضفتر أو كيف ما تقول لكم دفتر ديال ديال 50 ورقة ولأي دفتر ولا مذكرة غنعتمدوها أو لغي ورقة لأنك غتعتمدها وغتتحطها لأنها تبقى عندك دائما أو لبحث هذه الورقة المقوعة لزرقة لأنها تتخدم بها في كل ما وضعتي واحد المبلغ من المبلغ أنا هنا غنقسم لكم غنبدو بأننا نوضعه لأسبوع الأول للناس اللي مقارين شو تسمعوا غير الفيديو ديالي بالصوت تنقول لكم أي واحد في ولدتكم أو لا واحد من جيرا أو لا شي صاحبتكم تصيب لكم هذه الورقة حيث سهل أن الإنسان يجمع فيها الفلوس بطريقة جد سهلة تتعتمد على أرقام أنا هنديرو من الأسبوع واحد يعني من السمانة رقم واحد في العام 2023 تل السمانة رقم 52 بمجرد أننا ما نكتبو هذه الورقة فيها هذه الأسباب بحلقات رقم واحد جوج 3 4 5 6 7 8 9 10 حتى إن شاء الله الـ 52 للأسبوع 52 أنا باش منطوش عليكم الفيديو غنحاول نكتبهم ونرجع معكم من بعد الفاصل إن شاء الله بسم الله نقسموهم على ثلاثة الجهات يعني لحسب الورقة نقسمها على ثلاثة ناخد الورقة اللولى يعني الجهة اللولى نكتب فيها من واحد مثلا حتى العشرين والجهة الثانية من 21 حتى ال 40 والجهة الأخرى سيبقى فيها من 41 حتى 52 إن شاء الله وبهذا الطريقة من بعد ما نكملوا العدد الأسابيع دينا كاملين ضروري أن نكملوا حتى ال 52 أسبوع بهذا الطريقة سنقسموا كل أسبوع على سبعات المربعات الناس اللي غير صمليهم أو اللي غير صطر لهم هاد الكتيب أو الورقة يدل لهم سبعات المربعات بهذا الشكل يقسم واحد المستطير ويقسم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة أستة وإذن سبعة هاي إذن سبعات المربعات دينا هما هادو نقسم جميع كل أسبوع أو لكل سمانة نقسم قدامها بهذا الطريقة أو لا ندير غيش ريطات اللي ما توفرش أنه يساعد أضل تقهم سبعات الشرطات مجرد كل أسبوع سبعات الشرطات يتمنون السبعات الأيام الأسبوع رقم 1 سوفsong درهم في اليوم يعني درهم في اليوم يعني الأسبوع 1 وكلما وضعنا درهم سوف نرى نقسم وضعنا عمي 3 مرات في الدرهم نرى نرى مجرد حتى نكمل الأسبوع isse الولدات اللي تحاولوا انهم يفهموا الفيديو إلا ما فهمتوا شي حاجة خلوا هالي في التعليق وانا غنزيد ماذا نوضح ونزيد نشرح رغم ان انتا نقول ان التفسير ديالي را واضح واضح زيما بصورة مزيانة مثلا انا غنمشي غنوضع خمسين درهم انا دبافة الحصالة غنوضع او لشحيحة كيف ما تيقولوا لها الجزائرين اخوانا في الجزائر اوضعوا 50 درهم انا وضعت 50 درهم فيها انا مشيت البلاطة الاسبوع اللي فيه رقم 50 الاسبوع اللي فيه رقم 50 هو اللي مشيت وضربت فيه على النقطة ديال 50 النهار ديال 50 ضربت فيه واحد درت كروع لي نتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح اذا انا غد نشرح لكم ما زال كتر إلا مشيت عندي 20 درهم مثلا عندي 20 اشيطها من المصروف او للوليدات اللي تكون عندهم المصروف ديالهم بتاع الأسبوع او التي يشيطها او التي يدور معهم الجد ديالهم ولا الجدد ديالتهم وتعطيهم ديك العشرين درهم يقلب في الأسبوع رقم 20 يعني قطمة يقوموا يمشي لأسبوع رقم 20 يقلب على الأسبوع رقم 20 غتلقاه غنحط فوق منه غضي نضرب على وحدة فيها وغضي يمشي وضع ديك العشرين درهم في الحصالة ما هو قانون ديال هاد اللعبة لانه تجينها بحل شي لعبة تتسلة بها وفي نفس الوقت تتجمع فيها وحد المبلغ من المال انك الأسبوع رقم 1 تتوضع فيه درهم في النهار تتبقى غادي تتضع درهم 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 تتكمله الأسبوع رقم جوج تتمشي بجوج درهم في النهار الأسبوع رقم 3 تتبشي بجوج 3 درهم في النهار أسبوع رقم 4 تتبشي بربعة درهم في النهار 5 درهم في النهار بحال هكذا يعني كل أسبوع الرقم اللي قدامه هذا كوالعدد ديال الدرهم اللي خاصة نوضحه في كل يوم يعني عدد ديال الدرهم اللي نوضعه في كل يوم بعد الأيام أو بعد الحالات تتكون استثنائية مثلا في واحد الأسبوع أنا شيط واحد المبلغ من المال في المصروف نوضع مثلا جوش المربعات ديال الخمسين او لا نشي الواحد المربع مثلا شاططي 40 درهم نشي الواحد اليوم من ذيك الأيام أربعين وحدة حطيتها حنا أهم حاجة هي أننا خاصت نحطه 7 درهم جوش درهم تي خاصت تحط 7 مرات 3 درهم تي خاصت تحط 3 مرات 4 درهم خاصت تحط 4 سبعة المرات يعني دائما كل عدد ديال كل رقم ديال الأسبوع تتحط قدامه سبعيام ديال ذاك العدد بالدرهم يعني مثلا إذا كان عدنا الأسبوع مثلا رقم 52 يعني لكل يوم حاصننا نحطه 52 درهم وإن فوق غادي نكملوا هاد المربعات كاملين لا كوشينا هم كاملين أو لا يعني إن فوق تشوف ديك الورقة كاملة تكون على يقين أنه عندك في الحصالة مليون قل سبا ميت ريال يعني مليون وقفة بإذن الله في 52 أسبوع هذه هي الطريقة الصحيحة باش الإنسان يجمع مليون في العام بدون زي ما بدون أي مجهود مجرد أنه يعتمد على نفسه شي شوية ويقتاصد باش أنه يتعلم يخرج من الأزمات يحيير الديون دياله أنا حاولت أنني باش منطورش في الفيديو وحاولت نزيد نزيد الكوشاش ديال المرباهات بس نزيد نسرح لكم مزيان نتمنى بإذن الله أن الشرح يلي يكون واضح أنا وضعت عشرات درهم غا مشي الأسبوع رقم عشرة إذا نلقى الأسبوع رقم عشرة غا نضرب على نهار واحد في عشرة بحال هكا إلا ما فهمتوش الفيديو عفاكم الله يخليكم لي ما فهمش شي حاجة في هذا الفيديو أو لا في الشرح ديالي يحاول أنه يتواصل معي أو لا يخلي لي الرأي دياله في التعليق وهكا نقدر نزيد نوضح أكثر ولكن أنا ما أظن أن الفيديو رأي واضح مزيان للأخوات اللي تبغيوا بالضط لمطات أو للأخوات اللي تتبغي تشري الذهاب أو للأخوات والإخوان الوليدات اللي تكون رغبتهم في واحد الهاتف أو لا شي حاجة وما تكونش والدي عندهم من استطاع أنهم يشريوا ليه أو لا شي حاجة أو للبيسي بغي يقرأ دري تكون بغي يقرأ ومحتاج واحد البيسي بغ طبن وما عندوش الإمكانيات باش يشري هذي طريقة رهم خيرة لكم أوليداتي والأخوات كاملين والإخوان اللي عندوش هذين رهد طريقة سهلة باش الإنسان يديرها معاه ويجمع فيها عشر ألف درهم في السنة والله العظيم إلا سهلة نتمنى أن الشرح ديالي يكون واضح بإذن الله ونقول لكم إلى فيديو آخر إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل أنا هنا يعني استرت على عشر ألف درهم بهذا الفلوريسون أورانج وغنعود لكم القصة ديالتو في فيديو إن شاء الله غنشاركها معكم لأنه كان فائل خير آلية هذي الفلوريسون البرتقالي في أداء الديون ديالي بنصيحة من عند الأخ ديالي رحمه الله يا رطيف هذا النهار الجمعة الله يرحموا والسائلين ديقات القبور والله يرحموا جميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين تنتمنى الفيديو إن شاء الله يكون نال استحسان ديالكم وديروا بهذا النصائح اللي قلت لكم ودخلوا علينا وعليكم السنة الجديدة بالخير والتيسير والرزق وأداء الديون الصحة هي أهم حاجة كيفما تقول لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله في القريب العاجل دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر